هلأ بدي انتقل لبارت الاكل المشكلة الاساسية عند العالم يلي يقرروا بس يقرروا يضعفوا انه بدهم يحرموا حالهم من الشوكولاة من الاكل اللي بيحبوه لا يضعفوا بس يضعفوا بيرجعوا بيأكلوا ما لازم حدا يحرم حاله من الاكل اللي بتحبوا هيدا شي ضروري لازم واحد يعرفه اذا بيحرق كالوري بس بينازل 200 او 300 العالم بروحوا بيمشوا على داية 1000 و1200 ليه عم بتقاسسوا حالكم انا باكل الاكل اللي بيحبوا كل جمعة ما في جمعة ما باكل لانه كل ما طول احرم حاله كل ما ارجع افلت على الاكل اكتر مشان هيك انه بيحرموا حالهم بيحرموا حالهم بيوصل النهار بيطلعوا على الميزين مشدع فنين هيدا النهار المشدع فنين دعان التعب برجع اكل متل قبل بيرجعوا بيأكلوا اكتر 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 وكمان لازم ما يخفوا الطعمات اللي بحبوه صح فهم يعني بحبوا البطر بدل ما يحطوا مثلا ربع قالب زبدة بالطبخة فيهم يحطوا ملعة صغيرة هلأ هولي انت بدك تخبرينها كيف بتعمل الاكل اللي بينصح حالثير ايه وهانتي هيدا الشي بالطبيعي عندك بالمطعم او بمطعم عندك ما في شيء حالثي طبقوا بالمطعم خلينا نشو خبرين كله حالثي مثلا زيت الزيتون بجيبه طبيعي يعني بحرص انه نبش تجيب متل ما بجيبع بيتي وبتعمي ولادي بالمطعم اصدق بالمطعم وبالبيت ما يكون مزغول لانه اذا كان بيور انت بتعرف زيتون دواء صح بزيت العظام بدل ما حط مثلا كتحط ملعة كبيرة ثكب للتابولي بحط ملعة شوربة وبحطها مثلا بحط البهار معها وبخفقها منيح مع الحامود تظهر طعمتها وبفرم قشرة الحامود عم بعطي سيكرة كثير بحبة هاي دي ايه انا بعملها بقى ايه بيعطي كثير طعمة طيبة للتابولي وما بقعد بهمك اذا فيها زيت كثير مثلا رزبة شعيرية مع زبدة ايه تنقول بده ربع باكية زبدة تتقلي الشعيرية فيها وهي ايه انا بحط ملعة صغيرة زبدة بحط لها ملح وبفقسها على النار تطلع ريحتها صح هاي احلى ريحة هاي ريحة هاي قطية باكل عندي بتزيد ملعة شوربة زيت نباتة فوقها وبتحط الشعيرية وبتقلمهم سو بتاخد طعمة الزبدة بتكون كل الطنجرة فيها كثير قليل زيت اوكي وانت وانت كل الريسيبيز بالمطعم انت عملتين؟ الريسيبيز الاكل اللبناني انا عملتون بس عندي بالمطعم فوجين لقى عندي شاف كثير شاطر يعني اذا انا هلأ بدروح لعنديك على سماء ارزي شو بتمسحيني اجرب اطيب شي عندك ططبولة البطاطا الحرع بناكل قطيب بطاطا حرقنا اطيب حموص سنبوسك اطيب سنبوسك شهيتيني هلا better CI جوع بنعمل كمان شيش برا themselves كباب الصينية وقوزة اوزة اللي هي بالعجين مع رز وخضرة كمان ل لائت قبل شوف فوارغ بعمل الفوارغ مثلا بصلخ الشحمة كلها عن الفوارغ بخلي شوي وبس اطبخ لانه اذا بتشيلهم كلهم بصيروا مثل كيس النايلون بتحشيهم رز ولحمة وملقة زيت نباتة مش انه دهن وبعدين بطبخ الفوارغ بحطهم بالبرادة الصبح بشيلهم بكون طالع كل الدسم على وجهه جامد بشيل كل الفات بكبه بزبالة بصير ميتهم كأنه صوب منهم قدسم من غير اكل يعني بصيره كأنهم محشي ملفوف او هيك بس انت حلو انه بتحب الاكل في عندك هيدا البليزير اللي هو انا عندي هو في عالم ما عنده ياع فكرة وعملته منه شغل لاليك شي كتير حلو مانجال شي كتير حلو بحب كتير بحب كون كونسولتان يعني روح عمطرح الاكل ما يعجبني وفوت عالمطبخ ببطلون يهن تعمل تايستنج اعمل هول التريكس الصغاري اللي بخلو الاكل يستير قطي وانت بالعادة توعي مثلا منظم اكلك مش منظم نوع الاكل انه في عندك ترويقه عندك غدا عندك عشاء او عندك سناكات بينتهم او لا كل يوم شي ليه؟ ما بحارف سيستام دوفيه طبعي يعني بس كل يوم الصباح بقوم بشرب كوفي هلا اذا فيه منقيش اي كانات رزيستن بس انه ما فيني ولا مرة اكلي ملقوشة كاملة يمكن انه بتساقب اوقات بكون جعانة مثلا اكلي عشاء خفيف من وراء الفرياج عملي ريجيم قبل بنهار بس بيكل انه بيكل نص منقوشة انا من الناس انه بحب دوق اكتر يعني مش من العالم بقولك انا ما فيني او بدي واقف شوكولات او ما فيني لا انا باكل كاتشي شوكولات فيني انه اكلت الجود طيب خلص واقف انا رحسل من هيدا الحلقة جعان ومخور على الاكل المنقيش قطيب شعندي منقوشة الزعتر حتى من عشية اوقات بالليل باكل منقوشة الزعتر وبنام يعني وتشذ انه كتير غلط تكون انه مش مروقة اكل غدا لانه عامل بلياج انا باكل الغدا اذا اول وقع هو الغدا باكله كأنه ترويئة يعني باكل شوي بنفذر بشبع بيدرو بجوع 11 ونص 12 سوصا اذا فيه مثلا تعرف مسلسل او فيلم عم بياكله اي مهول ايه بس تحكي عن الاكل اللي بتشوف الاكل بتجوع من مدة تغري طيران عالبراد يعني اذا عملت تونة تعرف اللي بحب بطنه احطي لها زيتون وبصل وبنادورة ومدرشوبة كلا احب الخبز كتير بحب الخبز الابيض ايه 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 لو باكل هلقات شقفة بس خبز الابيض مدر انا بحس انه بورمني ومدر لي قال لي يمكن جلوتن يمكن جلوتن عندي جلوتن يمكن عندي جلوتن ابدا ولا بعمله بتحبيه بتحبي الخبز الابيض ما هو مع انه تضل يكتكل الاكلة بتحبيه ومع انه تضل التعامات اللي بتحبيها موجودة مثل ما انت قلت بكمية بس كتير مهم انه انت الاكل الصح اللي بتاكله يعني انت اللي هنقول بتاكله بالنهار خمس وقات يطلعوا بالجمعة 35 وقات من هؤدول 35 وقات فيهون يكونوا عشرة اللي انت بتحبيهون منهم صحية بس ال 25 هن صحية اذا بدك مثل الانتخابات مين بياخد اصوات اكتر اذا انت اصوات الهل ما هو المثل اللي بيقطع الابليه انا ما بعد ما تشهينا تشهينا بدنا شي خفيفنا ايها فانت اذا الاكل الصحي اكتر من الاكل من الصحي انت حدا انهل اذا انت بتاكله خمس مرات او عشرة مرات صحية وخمس وعشرين لا انت حدا انهل بس ما نعلي ما نعلي الأصوات ايه بس بدي اسألك انت كحدا بروفسيونال مثلا انا فينا اكل ملعة تابولي هلا قد ما فينا اكل ملعة تاني بحس انه من فزرت على البق دونيس يمكن ما بعرف فينا اكل طنجرة ماكروني اوكي ايه هلا يعني فينا اكل نص يعني فينا اكل مش طنجرة انه جاب لا تنسى التابولة فيها كتير فايبرز كلها شي خضرة فيها فايبرز بتشبعك أسرع وكلها شي خبز أبيض باستا بيضة هؤلاء بيعلوا الأنسلين بسرعة بجسمك والهضم طبعهم كتير سريع مش هك فيك تاكل كتير وبترجع بتجوع بسرعة من بعض فهو كمان النهار اللي بدك تاكله مع كاروني كلي قبل ما لقع التابولي دروري هيك أعمل أنه بنصح كل حدان يمشي عن جد عن هالتريكس بقلولو مبار التابعة وانت شو الأساس اللي بتحبيها بالخضرة بالسلادات ما عندك شي بتحبيه مثلا بقلة واندورة وبصل وهو كتير بلش فيهم وعطوه القبل المين ميل ورجعي كلي شو مع بالك أنا ببلش فيهم بس بيكل شوية بسكب بصحنة أنه أنا بدي أكل سلاد بيكل شوية سلاد وبرجع بشك بالتنجرة ما فينا أكل سلاد كتير ما فينا بس أنه بتعجب من حالي وقتا أكل سلاد أو سلاد خضرة مسلوقة أو شي هلسي بيكل شوي بشبع بس إذا عم بيكل باستا أو خبز أو منقوش تنقول بيكل كنتيتي أكبر صح صح على هو كلنا هيك كمان وبتبني عم تاكل الأكل اللي بتحبيه أنا نرمال يعني الأكل اللي بتحبيه بتاكله بسرعة كمان بتكوني مبسوطة بقلت الأكل اللي ما بتحبيه بتشيليه تاكله عمي بس برجعي بقليك أنه مهم بالجمعة الأكلات اللي بيكونوا هالثي أكثر من الآن هالثي بس ما توقفي ولا مرة تاكل اللي بتحبيه فارس بدي إليك مرسي كتير عن نصايحك عن جد أنا عطني يعني كم واحدة سوبر بوعدك أنه رح جرب ورح أتصل فيك إليك عن النتيجة أنا رح أعمل فالوء أوكي وتقل لك مرسي رح خبرك نكتي مهضومة ما بعرف إذا رح تضحكك في واحدة رحت عند ديتاتيشن يعني أقصائي التغذية فاتت لعندا فحصتها قالت لليك ممنوع السكر ممنوع الشوكولات ممنوع الكربوئيدريت ممنوع الخبض ممنوع زبدة ممنوع الزيت قالت للا لا لا هاتك معافت بكتير اليوم برجع بكرة لعندي